تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات وضع اللمسات النهائية على تحضيراته بخوض اخر حسة تدريبية بحضور كافة الاسماء الاساسية باستثناء المهاجم ريان مايي الذي تدرب انفراديا ويبدو انه سيغيب عن لقاء الجابون من جهة ثانية ناخب المغربي فيدالي لزيد شكد في ندوة صحفية اليوم على ان مراد النخبة المغربية وتحقيق العلامة الكاملة والحفاظ على الصدارة من اجل بقاف يوند لخوض دور الثمن مشيرا في الوقت عينه انه سيجري بعض التغييرات على تشكيلتها وفي سياق متصل بمواجهة الاسود المرتقبة ضد الفهود اكد الاتحاد الجابوني رسميا مغادرة اللاعبين بير امريك اوباميونغ وماريو ليمينا صوب انديتهم لمواصلة العلاج ضد طبيعات الاصابة بفيروس كورونا ما يعني غيابهم نهائيا عن مواجهة رفاق اشرف حكيمي غدا بداية من الثمناء مساء في رصدنا لنتائج مباراة اليوم في كان الكاميرون والحساب المجموعة الاولى حسمت بوركينا فاسو تأهلها الى ثمنها الكان بعد التعادل بهدف لمثله ضد اثيوبيا ليرافق المنتخب البوركينابي الكاميرون الى الدور القادم الاسود غير المروضة فشلت في تحقيق العلامة الكاملة بعد التعادل بهدف لمثله للدراسة الأخضر الأخير سينتظر نهاية دور المجموعات للحسم في مسألة تأهله ضمن اربع مراكز المخصصة لأفضل ثالثة في برنامج الغدل لتذكير تحسم المجموعة الثانية في هوية المتاهلين الى الدور القادم وصيف نسخة الماضية السينيغال يلاقي ملاوي وفي رصيده اربع نقاط زينبابو يتلعب ضد غينيا وغينيا هي الاخرى تملك في الرصيد اربع نقاط لتذكير في المجموعة الثالثة الى جانب مباراة المغرب والقابون غانا ستلعب اخر اوراقها ضد جزر القمور ولنبارح الكان دائما حيث ستقود الحكمة الرواندية ساليما موكانسانغا مباراة زينبابو وغينيا غدا وستصبح بذلك والمرأة تدير مباراة لكن بثوب حكمة رئيسة في تاريخ نهائياته كأس امم افريقيا نشير الان تحكيم النسوي المغربي من جهته حاضر بقوة في كان الكاميرون حيث تحمل كل من بشرة كربوبي وفتيح الجرمومي مش على تمثيل المغرب في هذا العرس القاري دوليا تتركز الانظار في هذه الاثناء صوب جائزة افضل لاعب في العالم The Best للموسم الماضي والتي امنح الاتحاد الدولي كرة القدم فيفا لايحة المرشحين منحصرة بين ثلاثة لاعبين بداية بنجم المصري محمد صلاح للمرة الاولى بعد تألق اللافت الذي حققه في العام الماضي بقميسي ليفر بول وسيتنفس صلاح على الجائزة مع النجم الارجنتيني ليونيل ميسيا الذي قاد بلده لتتويج بلقب كوبا امريكا العام الماضي في لقب دولي كان الاول في مسيرة ليو ميسي اما المرشح الثالث فهو المهاجم البولندي روبير ليفاندوفسكي المتعلق بصورة اللافتة والذي قاد بايرن ميونيخ للاحتفاظ بلقب الدوري الالمانية الى اسبانيا اللحظة حيث اعلن النادي برشلونة ان قلب دفاع النادي الفرنسي سامويل اومتيتي سيخضع لعملية جراحية يوم غدى عقب اصابته اليوم بكسر في قدمه اثناء خوضه التمرين مشيرا الى ان تحديد مدة غيابه بدقة اكبر سيتضح بعد انتهاء العملية الجراحية وتأثر مستوى اومتيتي بسلسلة من الاصابات في الركب المتواصلة حيث شارك اللاعب والمتوج بطل للعالم مع منتخب فرنسا عام 2018 مرة واحدة كأساس في لاليغا هذا الموسم كما جدد اومتيتي مؤخرا عقده مع البلاوغرانا حتى العام 2026 نختم بعوالم الكرة الصفراء وانطلاق منافسات بطولة استراليا المفتوحة للتنس اولى بطولة الجرانشلم هذا الموسم هذا اليوم حيث استهل نجم التنس الاسبوني المصنف الخامس عالميا رافايل نادال مشواره في البطولة بثوز سهل على الامريكي ماركوس جيرون في الدور الاول من البطولة بثلاث مجموعات نظيفة ليحسم بذلك بطقته الى الدور الثاني في هذه البطولة التي خسرت حمل لقبها نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا بعد ترحيله أمس الأحد ميربل من بيل ميلبورن على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسلوكه الخاطئ في عملية دخوله إلى أستراليا قبل إلغاء تأشيرته على دفعتين كما بلغ من جاته نجم التنس الألماني أليكساندرز فيريف الدور الثاني لبطولة أستراليا بعدما تغلب على مواطني دانيل التماير ولد السيدات شرعة اليابانية ناوميو ساكا المصنف الثالث عشر عالميا شرعت في حملة الدفاع اللقبية بشكل مثالي من خلال الفوز على الكنوبية كاميلا أوزوريو بمجموعتين نظيفتين من جهتها انسحبت تونسية أنس جابير المصنف التسع قبل مبارتها في الدور الأول مع الإسبانية باريساس بسبب إصابتها في الدار بحسب ما أعلانه المنظمون وسبق لجابير أن انسحبت الأسبوع الماضي من مبارتها في ربع النهاية لدورة سيدني أمام الإستونية كونتافيت نتيجة إصابة في أسفل الدار كانت السبب في انسحابها أيضا في أولى بطولة الجرونجلان بطولة أستراليا المفتوحة للتينيس بهذا مستمعين الأوفية نكون قد بلغنا آخر محطات عدد اليوم من مساء الرياضة نشكركم على حملة